شاهد طريقة تعليم القطة استعمال الحمام لأول مرة ذاية تدريب القطة الصغيرة على استعمال المرحاض إذا كانت عند قطة أو مجموعة من القطة وتريد تعلمهم استعمال المرحاض لأول مرة تابعوا معنا الفيديو كما أن قناتنا تدعوكم إلى الانضمام إلى عائلتها وذلك بالاشتراك في القناة ودعم المقطع باللايك وشكرا لجميع إن كنت من عشاق قطة الشوارع ومحب القطة بصفة عامة اشترك في قناتنا الدينية الخاصة بعناية قطة الشوارع وإطعامها كي تستمر وشكرا لجميع إذا كان عندك قطة صغيرة في البيت وتريد أن تعلمها المرحاض أو الحمام أو حتى الليتر بوكس يعني الرمل لازم أن تتبع الفيديو حتى الأخير أولا لازم أن يكون البيت عندك بدون زرابي يعني أي زربية عندك لازم أن تجمعها لا تجمعها الزرابي في البيت وتاني حاجة إذا كانت الأم عندك دية القطة في البيت لا داعي أن تعلمهم الحمام لأن الأم سبحان الله بالفترة هي تعلمهم الأكل تعلمهم نوم تعلمهم الحمام تعلمهم كل شيء أينما تقضي حاجتها فصغار وهي تعلمون منهم وهي تنظفهم لذلك لا يجب أن يستحموا القطات لأن الأم تنظفهم بل أنت يجب عليك فقط أن تمسحهم بفطة مبللة أو هكذا أما من ناحية القطة اللي عندهم شهر واحد وبدأوا الأكل يعني القطات كي بدأوا الأكل من الشهر الأول مني كي يأكلوا القطات كي بدأوا كي يأكلوا كي تنتظر حتى كي يشبعوا القطات بعد ما يشبعوا القطات أول حاجة كي يأكلوا كي بدأوا كي يقلبوا على الحمام يعني كي بدأوا يقلبوا كي يقضي حاجتهم لهذا انت كترقب القطات الصغيرة ثلاثة أيام فقط أو يومين لهذا مني كي يأكلوا وكي يشبعوا كي تهزدوا كي تتعبيهم الحمام وكتسد الحمام 11 دقائق مثلا القطات تمك يعرفوا بأن هذا هو مكان قضاء الحاجة أو مكان التبول وفي حالة مائدة تبول القطات في البيت يعني قبل أن تعلمهم الحمام تبولوا في مكان في رقن من البيت لازم أن تنطف هذا المكان جيدا 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 وتعمل فيه معطر لكي لا القطات تعتمد دائما القطات على الشم لكي لا تشمها تلك الرائحة التبول أعزائي فترجع تقضي حاجتها في نفس المكان لهذا يجب أن يكون البيت كله نظيف كي لا ترجع تتبول في هذاك وتعلمها الحمام ثلاثة أيام فقط وهي تتعلم سبحان الله هي فطريا تبدأ تتعلم وتشم الرائحة في الحمام وترجع تقضي حاجتها في الحمام وكذلك مع الرمل المهم أهم حاجة هي عندما تأكل القطة والتشبه تبحث عن الحمام هذه فطريا لهذا عندما تنزل الأكل وتراها تتأكل وبعض الأكل تراها تبحث عن أركان البيت لكي تقضي حاجتها لاحظ بأن القطة تبدأ تمسح يدها في الأرض لكي تتبول هذه إشارة بأنها تريد أن تتبول يدك تحمل القطة وضعها في الحمام واغلق الباب لمدة عشر دقائق فقط وهي ستقضي حاجتها بعدما تفتح الحمام تخرجها ولكن دائما فيها ثلاث أيام دائما من المراقبة الجيدة حتلي عنها قطة صغيرة ونعتبرها كالأطفال القطة تفهم ماذا تقولي هذا دائما تكلم معه قل هذا مكان التبول هذا مكان قضاء حاجتك تتكلم معه وهي ستفهمك وستعرف ماذا تقول هذه المعلومات كما قلنا التي ستبني قطة أول مرة أو عندما لديه القطة في الدار أما الذي لديه القطة القطة الأم فالأم تعلم القطة كل شيء حتى لا تستدعيك أن تعتني بهم أكثر لأن القطة تعتني بهم من ناحية نظافة من ناحية تنظيف من البراغيت من ناحية كل شيء تعلمهم الحمام هكذا تشوف القطة هذه عند القطة شهر وأسبوع كانت متعلمة الحمام تعرفوا بأن هذا هو مكان الحمام أعزكم الله فتأتي ويتبعها القطة الآخرين كلهم لأن القطة تتعلم من بعضها وتعرف بأن هذا هو مكان التبول أعزكم الله فتأتي إخواتها ويقضوا حاجة في هذا المكان وهذا للتسهيل أفضل أنا وجدت هذا المكان أفضل من الرمل لأن نحن نسكن في شقة والشقاق ضيقة ليس لها مكان في أن نستعمل التراب أو الرمل لاحظوا معي عندما تجد القطة في أي مكان أن تعملوا هكذا فأعلم أنها تريد أن تقضي حاجتها لهذا لو عملت هكذا في رقن من أركان البيت فحملها وضعها في المكان المناسب لتقضي حاجتها مرة واحدة أو مرة تحين ستتعلم سبحان الله القطة دائما تتعلم وبعد ما تعمل تقضي حاجتها يكون عندك مناديل مبللة وامسح لهم رجليهم وامسح لهم مكان التبول كي لا يوسخوا البيت ويجيبوا شوية النظافة لأن الأم هي التي تنظفهم ولكن إذا كان القطة ليس لهم أم يجب أن تنظفهم أنت بفوتة مبللة أو مناديل ورقية مبللة كي تنظفهم جيدا لكي تبقى فيهم رائحة جميلة والقطة سبحان الله مهما كان القطة فإنها نظفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين والطوافات وكان يتوضأ من الماء الذي تشرب منه القطة لأنه يعلم أنها نظيفة مهما عملت فإنها تنظف نفسها بنفسها وخصوصا إذا كانت الأم فالله سبحانه وتعالى خلقها نظيفة وهي تنظف والله لو رأيت القطة كيف تنظف نفسها 24 ساعة إلى 24 ساعة ستتفاجأ من أنها نظيفة أكثر من اللازم أما من ناحية الاستعمام فلا أنصحكم أن تستحموا القطات الصغيرة لأنها تنقص لها المناعة وهي بمجرد أن تغسل لها تمرض أو وتقضي النهار كاملا في أنها تمسح ذلك الملغس التلابي أو ذلك الصابون لأنها صابونها ونظافتها في لسانها سبحان الله أما إذا بغيت تشوف الطريقة كيف تنوم قطة ديولك في مكان لانتك تبغيهم يناسوا فيه أو يناموا فيه عندنا فيديوهات آخرين في نفس القناة تابعوا معنا كيف تنام القطة والقطة سبحان الله تهيك تحلم وسبحان الله القطة تناموا في المكان الذي تريده أنت بهذه الطريقة الذكية اللي عملت فيديو عليها ستجده على القناة قبل هذا الفيديو وتستفيدون من هذا المعلومات كي تنام القطة في المكان المناسب لانتما اخترته لها أما من ناحية الأكل فالقطة عندما تبلغ شهر وأسبوع تبدأ تأكل كل شيء إلا العظام لا تعطوا لها عظام كي تجرحها في أسنانها أو تجرحها في لها أو لسانها لهذا أعطوها مثلا مثل الدجاج والخضر مسلوقين وارفسهم بفرشطة أو السمك مع الأرز هي القطة سبحان الله فطريا تعشق السردين وتعشق السمك لهذا دائما أسلق السمك 10 دقائق وأخلطوه مع القرع الأخضر أو الأرز أو المقارونية وأخلطوه جيدا وأعطوه للقيطات وهي ستحبه كثيرا وإذا أردت أن تحبه